بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهاردة شباب نهاردة بناتنا نحل مع بعض تدبات على اسم المفعول من كتاب ايه من كتاب الابداع للسنوية العامة ضفتنا الامورة الجميلة عشرين اتنين وعشرين لو انت جديد في القناة متنساش تعمل اشتراك وتعمل لايك ولو انت قديم في القناة خليك مشترك وعمل لايك عشان نقدر نكمل مع بعض المحتوى الهادف مجان عند كل الطلبة صلى الله عليه وسلم كان مختار الجائزة امرا يسيرا ركز معي في حاجات بتتشابه مع بعض عندنا اسم المفعول اسم المكان اسم الزمان وايه تاني والمصدر الميمي الحاجات دي بتتشابه مع بعض يعني مسلا قلت لك الصيف مسعى الطيور يعني الصيف ده وقت تسعي الطيور يبقى اسم زمان طب الشجرة مسعى الطيور اسم مكان فالمضاعم يفرق كده فاهمين نفس الكلام هنا كان مختار الجائزة امرا يسيرا كلمة مختار هنا مش اسم مفعولة على طول لا ثانية ركز معي لو كانت مختار شلتها وعطيت مكانها المصدر بتاعها لو كانت كلمة اختيار هتقول كان اختيار الجائزة امرا يسيرا الجملة مشت عادي او مشت عادي ده اسم ما يجعل اسمه مصدر الميمي الرجابة الصح مصدر الميمي المصدر الميمي يعني ما تشير الكلمة اللي عندك اللي قولها ميم دي يعني وتحط مكانها المصدر الصريح هتلاقي الجملة ماشي عادي. دي اسمه مصدر ميمي. انما هي مش اسم مفعول ما لكش حاجة اختيرت من حاجة. عليك الاختيار نفسه. ومش اسم فاعل طبعا اسم فاعل لو واحد بيختار حاجة. ومش اسم مكان ما فيش مكان هنا. العامل ممنوح اجره. طبعا كمت اجر تعرف ايه? العامل يمنحوا يمنحوا اجره. كمت اجر مفعول به. ازاي بقى يا محمد بركز معيه. هنا جاء بنقع في نقطة او مشكلة كبيرة جدا هي فكرة ايه فكرة الافعال الناصبة المفعولين. في افعال بتنصب مفعولين. زي ما قولك منح محمد الطالبة جائزة. محمد ادى الطالب مفهول بي اول جائزة مفهول بي ثاني. ففي افعال بتنصب مفعولين. منها كبيرة منحة. فاصلا اصل الجملة ايه? اقول مسلا اه منح المدير مسلا منح المدير مسلا العامل اجره. تمام. مين لمناح المدير? منح العامل مفهول بي اول اجره مفهول بي ثاني. لما تشيل المدير. بتخلي دي اسم مفعول. يبقى العامل ممنوح. ممنوح ايه بقى يا عام الحاج? اجره. كيمة اجر اللي كانت اعرفها مفعول بيه تاني. في الجملة الجديدة هيبقى اعرفها ايه? برضو مفعول بيه تاني. فالجيب بالصحة تبقى ليه تبقى مفعول بيه. ما معروفة حقيقة الروح? هتبقى ما تعرفه تعرف حقيقة الروح. طبعا حقيقة هي عاربها نائب فاعل. ليه? عشان معروفة ده اسم مفعول وطبعا عامل اسم مفعول عامل واسم مفعول العامل بيرفع نائب فاعل المقيدة حريته ماله أسير المقيدة عربها مبتدأ حريته طبعا ده نائب فاعل لمين لاسم مفعول العامل المقيدة حريته ماله بقى أسير فأسير تممت معنى الجملة يعني خبر الخبر هو اللي بيتمم معنى الجملة المقيدة حريته أيو ماله يعمني أسير بس كده يبقى ده عربه خبر اما منوح الان المجده جائزة. كم من الجائزة بتعرف ايه؟ نفس الكلام يا جماعة لو نعمل شوية يمنح المعلم مثلا المجده جائزة تاني. في جائزة تقدى عاربها المفعول بيه تاني. لما نبني الجملل مجهول او نعمل اسم مفعول كده برضو جائزة تبقى برضو عربها المفعول بيه تاني. بالجـ الْصَع DE LA SO library مفعول بيه ثاني. جاء طالب مشكور تصرفة. كم من التصرف وتعرف ايه? جاء الطالب يشكر تصرف من حول اسم مفعول لقيا يا جماعة الفعل المجهول جاء طالب يشكر من يشكر تصرفه نائب فاعل مرفوع العروبة مرفوعة اعلامها نفس الكلام العروبة ترفع ترفع ايه ترفع اعلامها تورق اعلام 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 ايه اعلامها نائب فاعل برضو مرفوع عشان مرفوعة ده عبارة عن ايه برضو برضو عبارة عن اسم ايه ده اسم مفعول اعمل العروبة رافعة أعلمها تفرق بقى رافعة ده اسم فاعل العروبة ترفع هي اللي بترفع بتشيل ايه بتشيل العلم فالعلم اعربه مفعول به منصوب اعربه مفعول به منصوب فهنا طبعا أعلمها اعربها مفعول به منصوب وربيعك منصورة أزهاره قولك ربيعك ماله منصورة أزهاره برضو نفس الكلام تنسر تنسر ايه تنسر أزهاره اعربها نائب فاعل طبعا عشان ده اسم فعول عامل المعلم معروف اخلاصه طبعا المعلم حلو معلم مبتدأ مرفوع علامة رفعه اتضمه واي مبتدأ بيحتاج ايه بيحتاج خبر حلو يا المعلم طبعا فين الخبر بتاع كلمة معروف المعلم ماله معروف اخلاصه كلمة اخلاص طب اعربها ايه يا محمد كلمة اخلاص دي اعربها ايه مش اخلاص دي معمول بتاعة اسم المفعول كلمة معروف ده لوازل المفعول يعني اسم مفعول حلو يبقى كلمة اخلاص دي اعربها ايه اعربها نائب فاعل طب ليه نائب فاعل يا محمد نائب فاعل يا جماعة عشان قلنا مليون مرة اسم المفعول العامل بيرفع نائب فاعل يرفع ايه يرفع نائب فاعل في كلمة اخلاص انا اعربها نائب فاعل طبعا لاسم المفعول العامل اللي هو كلمة ايه كلمة معروف المهم يعني كلمة معروف طبعا اعربها ايه زي ما قلنا كلمة معروف اعربها خبر تمت معنا الجملة المعلم ماله معروف بس المشكور وعمله سعيد. اعراف عمله واعراب سعيد. صلى الله عليه وسلم. المشكور مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم. تمام. المشكور وعملوها. المشكور ده اسمه فعول. ومعرف بقل يعني عامل حلو او. مدم عامل يبقى طبعا بيجي معاه ايه? بيجي معاه نائب فاعل. يبقى كلمة عمل اعرابها هي اعرابها نائب فاعل. تمام? كلمة عمل دلوقتي اعرابها نائب فاعل. المشكور عمله اي وماله يعني سعيد بس كده فالسعيد ده خبر تم معنى الجملة تمام يبقى هنا عندنا اي عندنا نائف فعل وعندنا خبر يبقى اللي جاوة الصح تبقى جيب نائف فعل وخبر امعطن الفقير وحقه ونفس الكلام لقدتلك يعطي محمد الفقيرة حقه حق يعرفها المفعول بيه ثاني لما تبنيها المجهول او تعمل اسم المفعول برضو كيمة حق يعرفها ايه المفعول بيه ثاني المهم كيمة معطى مشتق نوع ايه طبعا يعطى يا جماعة ده اسم ايه اسم مفعول معطى من الفعل ايه من الفعل اعطى كيمة اعطى يعطى حط ميم هيبقى ايه هيبقى معطى بس كده اسم مفعول من الفعل ايه فعل اعطى المغلوب وفريقه ماله حزين طبعا المغلوب مبتدأ ماله هو حزين حزين ده تتلمن معنى الجملة يعني خبر كيمة فريق بقى عربها ايه طبعا فريق عيد على كيمة المغلوب عربها ايه عربها طبعا نائب فاعل طب ليه نائب فاعل محمد نائب فاعل قلنا الاسم المفعول العامل اللي هو ايه لو كلمة المغلوب طبعا المغلوب اسم مفعول العامل الحكيم مسموع قوله الحكيم يسمع 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 قوله يبقى قول طبعا عربها برضو نائب فاعل لاسم المفعول العامل اللي هو كلمة مسموع المقدس محتلة من اسرائيل المحتلة فيه كلمات قلناها بالكده زي كلمة اختار يبقى مختار احتلأ محتل فيه كلمات بيتساوى فيها اسم الفاعل واسم المفعول دي كلمات قليلة جدا يعني دي كلمة آآ مجتاز محتل آآ ايه تاني مجتاز محتل مختار دي قشرة الكلمات يعني طبعا القدس هي المحتلة فهنا اسم المفعول طبعا من اسرائيل اسرائيل هي اللي احتلت هي الفاعل يبيني طبعا ده اسم ايه اسم فاعل يبيني مفعول وده ايه وده فاعل يبيني عندنا اسم المفعول وعندنا ايه عندنا اسم فاعل اعجبني الباحس المختار المراجع المناسية والبحثة. كلمة المختار لو كيس ده هنا بيعجبني الباحس اللي بيختار المراجع. هو اللي بيختار يا جماعة. فاسم المختار هنا كلمة المختار عبارة عن ايه عبارة عن ايه بارة عن اسم فاعل. هو اللي بيختار. الباحس عجبني اللي بيختار المراجع. يبدأ اسم ايه اسم فاعل. اللصوص هم المعيبة وافعلهم. كيمة المعيبة. اسم فعل واسم مفعول. ايه الكلام. هي اصلها عابة. تمام. فعل سلاسي لكن معتل الوسط بالالف. لما خياء وزن مفعول هيبقى ايه هيبقى معيوب بالشكل ده. لكن معتل الوسط بالالف من احزة في الواو بتاعته هيبقى ايه هيبقى معيب. يبدأ اسم مفعول طبعا. معيب يبقى ايجا اسم مفعول. الحرية المقدرة وعواقبها مهيبة مكانتها. المشتقان العاملان في الجملة. الحرية المقدرة. مقدرة طبعا ده اسم مفعول. عامل. حلو. مهيبة. طبعا كلمة مهيبة دي. اسم مفعول ولا اسم فاعل ولا ايد دنيا. صلى الله على رسول الله الاول. عليه ابدو الصلاة والتسليم. حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكلمة هاب. زي كلمة عاب كده. خليها مهيوب. تمام. هنحزف الواو بتاعتها طبعا لشان دي معتلة الوسط بالالف هيبقى مهيب. يبقى اتنين اسم مفعول. немجب었습니다. اسم مفعول واسم مفعول. انا معتز بعروبتي. برضو نفس الكلمة كانت معتز دي من الكلمات اللي بتساوي فيها اسم الفعل اسم مفعول. انا اللي معتز انا اللي بعتز ده اسم فاعل طبعا. تمام. انما هنا العروبة معتز بها. يعتز بها baixo ده اسم مفعول. تمام. يبدأ فاعل وده مفعول. يبدأ الجيدة بصح. اتبقى ايه اسم فاعل واسم مفعول. طيب صلى الله عليه الصلاة والسلام. امكسوة الارض جمالا في الربيع معمولة المشتق في الجملة على الترتيب. ركز معي. امكسوة الارض جمالا. طبعا اصل الجملة ايه? برضو كاسة ده جماعة زي ملحة زي الباسة برضو بينصوا مفعولين. فاصل الجملة مثلا نقول كاسة مثلا الربيع او مثلا كاسة الله عز وجل الارض جمالة. طبعا فين? في الربيع. تمام. لما نحزف لفظ الجلالة طبعا مش رشط على الله بصعموه يعني منحزف لفظ الجلالة منحزف كاسة. الاول طبعا اصل الجملة ايه? كاسة الله طبعا لفظ الجلالة فاعل. تمام? الارض ده ما فول من به. جمالا ما فول من بيه ثاني زي ما انتفقنا. تمام? لما تبني جملة مجهول الارض هيبقى رابها نائب فاعل. لما فول بيه اول بيترآة بيه نائب فاعل. تمام? وما فول B تاني بيفضل زي ما فول B تاني. نفس يا كلا في الجملة دي. هل تكسى الأرض؟ طبعاً ده نائف فاعل تكسى أرضه جمالاً لو مفعول به ثاني فهي عنده الأرض وإيه؟ الأرض وجمالاً يبقى تجيب الصحة يبقى الأرض وجمالاً دول معمولين إني رأيت جرادة مطروحة في سبخة منهوكة الأعضاء اسم المفعول في الجملة مطروح على وزن مفعول طبعاً صح منهوك على وزن مفعول طبعاً صح لما السبخة دي مش معانا خلص طبعاً منهوك اللي هو منهى كان اللي هو متعب جداً يا جماعة لم يكن ليعيش الواحد ومنهم أوقاتاً مهددة في عمر مضيع ما تحتوي خط قبرة عن إيه؟ طبعاً أوقات مهددة مهدد عندنا مفتوح من قبل الآخر يعني اسم إيه؟ اسم مفعول وكلمة مضيع هي أصدها ضاعة برضو معتل الوصف بالألف لما تخليها الوزن مفعول هيبقى مضيوع نحسف الواو هيبقى موزيع يبقى اللي جابة الصحة تبقى اسم مفعول واسم مفعول أي الجملة التالية فيها كلمة مستنبة اسم مفعول الصيف مستنبة القطن ده اسم زمان الصيف الأرض الخصبة مستنبة القطن اسم مكان طيب مستنبة الولد الصالح أمل كل بيت لو حولتها هنا المصدر الصريح هدول استنبات الولد الصالح أمل لكل بيت جملة هتنفع عادي يبقى ده عبارة عن مصدر ميمي اللي جابة الصحة تبقى جيم القطن الجيد ماله مستنبت في الصيف. يعني يستنبت في الصيف. ايه اللي فعلتها ليه اسم الفاعل. اسم مفعول منه على صورة واحدة? اتحدة. طبعا لو اسم الفاعل يعني متحد مكسول من قبل الاخر. انما اسم مفعول متحد مفتوح من قبل الاخر. يعني مش هينفع. طب ازال يبقى مزيل ده اسم فاعل ومزال ده اسم مفعول. مش هينفع برده. طيب اتسم متسم مكسول من قبل الاخر ومتسم مفتوح من قبل الاخر. برضو مش هينفع. انما كيمة اعتادة. هتقول معتاد ده اسم فاعل ومعتاد برضو اسم مفعول. لتكن مهدرا وقتك انت مخلف وعدك معي. يعرف كمية هي وقتك وعدك. ركز معي. لو بصينا لتكن مهدرا مهدرا هي منونة. يعني ايه? يعني اسم فاعل عامل. مهدر. ده اسم ايه اسم فاعل عامل هو اللي بيهدر. ده اسم فاعل اهدرا يهدر. حط ميم هي مهدر. ده اسم فاعل عامل. تمام? يعني ده عامل. تمام? كلمة وقت عربها ايه? انت لا تكن مهدرا ما تهدرش. انا هاهدر ايه? هاهدر الوقت. فوقت عربها مفعول به. فنكتب هنا وقت عربها مفعول به. تمام. طيب هنا انت مخلف. مخلف برضو اسم فاعل. لكن لو بصينا هنا. معيشة انا شخبطت عليها. بص لو ركسته هتلاقوا مخلف عليها ضمة واحدة بس. ضمة واحدة بس يعني مش منون. بيقولك ان هو مش منون يعني غير عامل ببقى دي كده. يعني بعدين مضاف ايه? فكلمة وعدك عربها ايه عربها? مضاف. هاي اللي واقوي. جيب ايه بصعت بقى ايه? ايه بصعت بقى مفعول به ومضاف ايه? الاخر سؤال الطالب مجتاز الاختبار? الاختبار مجتاز في وقت قصير? طبعا الطالب هو اللي بيجتاز ده اسم فاعل. تمام? انما الاختبار يجتازه في وقت قصير. يحلو في وقت قصير. ده اسم مفعول. يوا طبعا اسم فاعل واسم مفعول. وبكده نكون خلصت حلقة النهاردة. وبإذن الله في حلقة جاي نكمل بقية الشخبطة بتاعي التانية والتدريبات. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد ان لا اله الا انت. نستغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.